ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير برج الحوت هنتكلم على ايه اكتر الاشياء اللي انت بتفكر في ايها ومنتظرها خلال شهر فبراير العام عشرين اتنين وعشرين مبدأ ايام برج الحوت امور كتير انت بتفكر فيها خلال الفترة دي وحاجات كتير متطلبة منك وحاجات كتير انت منتظرها خلينا نتكلم بصيغة نقاط اكتر عشان نقدر نفهم خلال الشهر ده لان الشهر ده بالنسبة لك انت بالنسبة لك فيه حاجتين مهمين ان فيه جو هيبقى فيه صعوبة فعليا فيه صعوبة ووقت تاني هيبقى فيه عندك امور جيدة كتير وتعتبر يعني حاجات انت منتظرة بالفعل بتكون موجودة ايجابيات تميزات حصول على اشياء انت بتسعى اليها بقالك فترة كتير من السحب الجو اليك جدا يعني هيبقى فيه لفت نظر ليك كتير خاصة بعد يوم تسعتاشر جدا يا برج الحوت خاصة كمان اكثر من يوم واحد وعشرين طيب بالنسبة يا برج الحوت عندك من اول الاشقاء اللي انت بتفكر فيها وهي انك تكون اقوى جدا من اعدائك وعايز كتير ان انت تنتصر على اعدائك يمكن يكون عندك اعداء فعليين يعني ايه يعني فعلا فيه عدوة ما بينك وما بين حد فيه اللي هو ان انت مش طائق حد ولا حد طائقك فيه ان احنا دبين خناقة مع بعض دبين خلاف مع بعض عندنا قطيعة مع فلان او قطيعة مع علانة ده موجود كتير بس يمكن يكون في نوع من انواع الشماتة او نوع من انواع عدم التأدير بالصورة الصحيحة ولكن انت بالنسبة لك انت عايز تمشي في خطوة كتير متميزة تكون قوي فيها منتصر فيها عشان توري اعدائك انا هو عايز تعمل ده جدا فانت منتظر القوة منتظر الانتصار منتظر تحقيق شيء او تحقيق هدف متميز في عقليتك وبتسعى اليه بقالك فترة عشان تقوى بيه على اعدائك وتقول لهم انا هو برضو النقطة التانية بالنسبة لك وهي ان انت فيه عن حاجة ليه علاقة بتأخير او تأجيل او متطلبات همة جدا جدا نفسك كتير ان انت تصل الى فكرة معينة او تصل الى حل معين او تصل لحاجة معينة بس فيه تأخير فيه تأجيل فيه حاجة ليه علاقة بتعين بعض الامور مش فاهم امر ما عايز تسأل فيه عايز ان انت تستفسر عنه عايز ان انت تشوف رأي فلان ورأي علان عندك الاجواء دي كتير فانت بالنسبة لك يا برج الحوت فيه خطوة مهمة جدا انت منتظرها تعرفك سر تأخير سر تأجيل تعرفك معلومة مهمة بدل ما انا مش فاهمها دي كتير موجودة بالنسبة لك من اكتر الحاجات اللي هتبقى قوية ان من يوم 14 فيه اعداء في الامر المهني انت عايز كتير ان انت تقوى عليهم عايز كتير تخلص من ازمة مهنية عايز كتير تخرج من مشكلة مهنية يمكن يكون فيه تلاعف الامر المهني او حد بيعرضك ليه لخلافات بيعرضك لمشاكل بيعرضك ليه امور مش لطيفة الى ان بالنسبة لك ان انت عايز تنتصر قوي ومتدايق كتير هتبقى متدايق جدا وعايز ان انت الانتصار عايز ان حد يساعدك عايز ان حد يجي يتكلم معاك طب انا هقف معاك عندك ده جدا ومن يوم 19 بيزيد عندك قوة عايز تستخدم قواتك ليه الدفاع جدا فالنقطة دي موجودة عندك وبصورة كتير قوية الامر التاني ان فيه حالة جدل او فيه كلام كتير او فيه نوع من انواع تشوية السمعة او فيه حبة لغبطة في الكلام انت عايز ان انت تبرر وجهة نظرك عايز ان انت تصلح معلومة متاخدة عنك او وجهة نظر متاخدة عنك عايز تصلح علاقات عايز ان انت تفاهم حد ان انت مثلا ما كانش قصدك في حاجة او عايز ان انت تفهم وجهة نظر حد عارف يعني ايه احيانا كتير بيبقى عندنا بعض الاختلافات مع شخصيات احنا بنحبهم جدا وتبقى الشخص ده بالنسبة لك قد ايه شخص كويس شخص رائع لكن انا فهمت منه سوء يعني فيه حاجة سوء فهم انا من ناحيتي لي او من ناحيته لي فانتو نفسكم كتير اللي هو انا اصلح الموقف ابرر الموقف فيه الجو ده جدا يا برج الحقود الامر ده او النقطة دي سواء عائليا او مع الاصدقاء او مع الحبيب الفعلي او مع شخصي في الماضي لان على فكرة من اكتر الحاجات اللي انتو منتظرانها وهي الرجوع للماضي بس على شروط او على اجواء معينة فدي برضو نقطة كتير موجودة برج الحقود بالنسبة لكم فانتو عايزين تخرجوا من عندكم انتظار فكرة اللي هو انا عايز افهم الحاجة بالشكل الصحيح او او اوصل معلومة بشكل صحيح او اني انا افهم حاجة معينة كانت تيها عني من اكتر الحاجات بالنسبة لك اللي بتفكروا فيها كتير منتظرانها امور لها علاقة بصفر امور لها علاقة بانتقال خارجي امور لها علاقة بتغيير سكن في عندك سفر تغيير سكن تغيير مكان تغيير ثقافة ده موجود كتير بالنسبة لكم وبتلجأوا ليه بشكل جدا قوي برج الحود من اكتر الحاجات اللي انتو منتظرنها جدا وهي ليها علاقة بالتعاملات مع الاصدقاء سواء علاقة صداقة تتحول لعاطفة سواء علاقة صداقة هي في حب اصلا بس مستنيين موافقة من الاهل سواء ناحية من عندك او من ناحية الاخر بالنسبة لكم كمان مستنيين كتير توطير علاقات صداقة او علاقات صداقة قديمة ترجع لنا فيه اجواء ليها علاقة بامور خاصة بالاصدقاء خاصة ان كوكب الزهرة موجود في منزل الاصدقاء بالنسبة لكم ففيه فكر كتير ليه علاقة بالاصدقاء سواء تطوير علاقة سواء ان انا اقرب لعلاقة قديمة سواء ان انا احول علاقة صداقة لعلاقة عاطفية ففيه اجواء زي كده جدا بس كلها ليها علاقة بايجابية بحبة اما بالنسبة كمان يا برج الحود من اكتر الامور اللي بالنسبة لك موجودة جدا جدا عندك وهي ان انت عندك حقيقة مضطر انك تقولها عندك حقيقة مضطر انك تقولها فطب انت بتفكر كتير في ايه بتفكر كتير ان انا هقولها ازاي بتفكر كتير يمكن يكون عارف احيانا في حقيقة بتبقى صعبة انك تقول او انك تقولي على حاجة ممكن تقلل مننا او احنا طرف فيها بس في الاخر خالص هتبقوا مضطرين انكم تقولوها وبالفعل بتاخدوا القوة ان انتم تقولوا النقطة دي انت في خلال او من بعد يوم 19 فبراير هيكون بالنسبة لك ان انت مهتم كتير بان انت تعلن عن حقيقة او تقول حقيقة معينة فدي نقطة هتكون موجودة كتير بالنسبة لكم عندكم في بعض المشاكل القضائية انت عايز تخلص عايز تخلص من زن معين او مشكلة قضائية برج الحوت يمكن يكون بالنسبة لك عندك مشكلة صحية او حد من المقربين ليك عنده مشكلة صحية بتفكر كتير او بتعيد حساباتك اللي هو انا عايز افضل صحيا او نفسك فيه ان الحد المقرب ليك انه هو يكون صحيا افضل كتير فاذا عندك قلق شوية على امر صحي منتظر استشفاء من الامور اللي انت بتفكر فيها وهي الاهتمام بالنفس الاهتمام بالشكل الاهتمام بالإستائل الاهتمام اني اخس الاهتمام اني اضخن عندك ده جدا لكن برج الحوت زي حالاتش كده عايزي خسي يعني والله انا عملا بص انا بقول ان انا عايز اخسي بس الناس اللي همه بقى قريبين مني عمالين يقولولي هتروحي فين اكتر من كده هتختفي وانا حاسة من الهدوم بتاعتي ان انا عملا خسي يعني انا حاسة والله بس انا عايز اقول لكم انا مدمنة ميزانا يعني مدمنة ميزان كل شوية كده فعنجي صيدلات تحت ارفوا مني اللي هو كل ما اوزن عارفين اللي هو عايز اخير كده المكان عشان مايبقاش عندي هاوس بالنسبة المهم خلينا نكمل اللي احنا بنقوله فبرج الحوت عندكم كتير عايزين تهتموا سواء بقى بستايل او اني احنا نخص او ندخن يعني طيب برج الحوت بالنسبة لك من اكتر الامور برضو اللي بتفكر فيها كتير ومنتظرها جدا جدا وهي ان في حاجة بالنسبة لك زي شروط اي انت الحد منتظر الموافقة على الشروط دي سواء ليها علاقة بايه ليها علاقة بتعاملات عائلية او تعاملات عاطفية فدي نقطة كتير موجودة بالنسبة لكم منتظرين كتير حالة خطوبة منتظرين كتير جواز سواء ليكم بس او لاقرب الناس ليكم يعني ممكن يكون لاحد الاولاد او لاحد الاخوات فعندنا دي جدا جدا طيب برج الحوت دي اجواء بسيطة كتير من الاشياء اللي انتو بتفكروا فيها او الامور اللي انتو عايزينها او منتظرينها خلال شهر فبراير او شهر فبراير في فكر كتير عندكم في متطلبات كتير في احتياجات كتير في انتظار لامور كتير لدرجة انك هتخليك تاخد قرارات او افكار بالنسبة لك هتتخذها او مكنتش في الحزبان ما كنتش في بالك اللي هو انا هاخد القرار ده لا هتاخد قرار على طول لانك مضطر لي اغزي قرارات عامة انا بشكركم كتير قولولي في التعليقات الكلام ده بطفك معاكم ولا لا بشكركم كتير ما تنسوش والعائق وشير القشور لك في قناة تفعيل الجرس سلام موسيقى